الدولة لن تتجه نحو مراجعة سياسة الدعم على المواد الغدائية واسعة الاستهلاك قبل التوجه نحو المواطن هو تصرح وزير المالي الذي يعتبره كآخر فرصة قبل إقرار إجراءات تقشفية جديدة أكثر حزما بالخالفة وفي تصريح له على أمواج الإذاعة الوطنية قال أن الدولة تتجه نحو استرجاع الكتلة النقدية المتواجدة في السوق السوداء والمقدرة بحوالي 1300 مليار دينار جزائري يمكن استرجاعها والمقدرة بحوالي تتجه نحو المواطن الوزير اعترف كذلك بثقة للإجراءات البيروقراطية على مستوى البنوك لكنه تعهد بتسهيل إجراءات فتح الأرصدة إلى أقل من 48 ساعة الجزائريون يملكون 7 ملايين رصيد بالعملة الأجنبية بكتلة نقدية تتجاوز 2 مليار دولار لون命 ي tek AP有 6 ni 7 مليم دولار الأ opisع في المعضرة أجنبية وهو يتنكس الاخير أمام الجزائريين لتنظيم أفسهم وترشيد نفاقاتهم قبل شروع الحكومة في إجراءات تقشفية جديدة إجراءات حتمية لا مناصة من تنفيذها في ظل تواصل تراجع أسعار البترول ودوابان احتياطات الصرف